اعزائي طلبة وطالبات تانية سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو النهاردة ان شاء الله هنتدرب فيه على حل الايميل الايميل بيكون عبارة عن سؤال موجود في الامتحان بيبتدي الاول بتحية وبعد كده بيسأل سؤالين المفروض ان احنا بنجاوب عليهم وبعد كده بينتهي بكلمة او اي كلمة استئذان هنحل مع بعض ايميل على كل درس من دروس المنهج وهنشوف هنحله مع بعض ازاي او هنجاوب على الاسئلة بتاعته ازاي اول ايميل معنا هو على الدرس الاول من الوحدة الاولى بيقول لي كيف يكون الحي الخاص بك يعني الحي بتاعك صفاته ايه او مواصفاته ايه تاني سؤال ماذا يوجد في الحي الخاص بك وبعدين ايلي الى اللقاء لما باجي اجاوب بجاوب على كل جزئية في الايميل هو بدأ بتحية انا هرد التحية الاول هو قال لي وبعد كده هجاوب على السؤال الاول عايزني اوصف الحي بتاعي يعني كيف يكون لما بنيجي نسأل عن وصف حد او صفات حد او صفات شيء بنستخدم ما هي مواصفات الحي الخاص بك لما باجي اجاوب باشي الكلمة الاستفهام وبعد كده بجيب فاعل وبعد كده فاعل الفاعل عندي هو كلمة في الاجابة بنحولها هو بيقول لي الحي بتاعك يبقى انا لما هاجي اجاوب هقول له الحي بتاعي هادئ وطبعا احنا في الامتحان بنكون متوترين ومش عايزين نكتب كلمات كتير فاحنا بندور على اكتر صيغة تكون مختصرة نكتب بيها وتكون الجملة صحيحة يعني ممكن نشيل كلمة خالص هو يكون هادئ اجابة السؤال التاني برضو نفس الحكاية ماذا يوجد في الحي الخاص بك برضو هشيل كلمة الاستفهام واقول مثلا يوجد مستشفى ومكتب بريد وبعد كده هقول نخلي بالنا ان احنا لما بنيج نحل الاميل نحاول على قدم ما نقدر ان احنا نختار صيغة مختصرة ما نعودش نكتب كلام كتير وفي الاخر يطلع غلط المهم عندي تكون الجملة صحيحة دلوقتي هنحل الاميل اللي بعديه وهو على الدرس التاني من الواحدة الاولى السؤال الاول ما هو عنوانك السؤال التاني كيف اذهب اليك او ازاي اجيلك وبعد كده اقول لي هنجاوب على الاميل برد التحية زي ما تعودنا ساليو يبقى هقول له ساليو مرحبا بيسألني عن عنواني هقول له جابيت تخونت ارو اوبيغا انا اسكن في 30 شارع الاوبرا السؤال التاني كومونجو فيشتوا ازاي اجيلك هنا عايزني اوصف له خط سير خط سير هستخدم صيغة الامر وهقول له ماغشتو دغوا اي طوغن اجوش امشي على طول وبعد كده لف شمال وبعد كده هقول له اوغذوا الى اللقاء بعد كده الدرس التالت في الواحدة الاولى هنحل عليه ايميلين الايميل الاول ساليو مرحبا السؤال الاول كو بخفار تيو اتخو فتور ماذا انت تفضل ان تصبح في المستقبل السؤال التاني اين سوف تعمل يعني هتبقى تشتغل فين وبعد كده هنجاوب على الايميل هنبتدي بالتحية هو قال ساليو هنقول ساليو مرحبا اجابة السؤال الاول هو بيقول لي انت عايز تكون ايه في المستقبل هنشيل كلمة الاستفهام كو ونغير تيو لجو ونغير معها تصريف الفرب ونقول اجابة السؤال التاني هنشيل كلمة الاستفهام ونحول تيو لجو ونغير تصريف الفرب ونقول انا سوف اعمل في مستشفى الى اللقاء الايميل اللي بعد كده من نفس الدرس برضو ساليو مرحبا ماذا يعمل والدك او ما هي مهنة والدك السؤال التاني ما هي طبيعة عمله هنبتدي الاجابة برد التحية وبعد كده هنجاوب على السؤال الاول هنشيل كلمة الاستفهام ونقول وكلمة في السؤال اتحولت في الاجابة نخلي بالنا من النقط اللي زي دي اجابة السؤال التاني علشان اجيب طبيعة عمل شخص بجيب النشاط اللي بيمارسه كل صاحب مهنة نفتكر مع بعض في الدرس التالت من الواحدة الاولى الصيدالي كان بيجهز الادوية هو بيحضر الادوية الى اللقاء الايميل اللي بعد كده بقى من الواحدة التانية الدرس الاول من الواحدة التانية الاجابة هنرد التحية اجابة السؤال الاول بيسألني عن حالة التقس هنشيل كلمة ونقول الجو النهاردة بارد اجابة السؤال التاني بيسألني عن الفصل المفضل بالنسبالي هشيل كلمة وغير تي وغير تصريف الفربي معها واقول أنا بفضل الربيع الايميل اللي بعد كده على الدرس التاني من الواحدة التانية السؤال التاني السؤال التاني على اي قرة هي موجودة الاجابة بقى السؤال الاول هنشيل كلمة الاستفهام هتتحول له يبقى بلدي هي مصر السؤال التاني هنشيل كلمة كلها ونقول هي موجودة في افريقيا ونخلي بالنا كويس من حروف الجر اللي بتيجي قبل اسماء البلدان والقارات هنا قلنا رغم ان السؤال ولكن في الاجابة قلنا اخر ايميل وهو على الدرس التالت من الواحدة التانية متى انت تذهب الى مدينة الملاهي السؤال التاني اي لعبة انت تفضل في الملاهي الاجابة بقى وبعدين هنجاوب على السؤال الاول بيقول لي امتى انت بتروح مدينة الملاهي هنحول زي ما احنا عارفين ونغير الفرب ونقول انا بروح مدينة الملاهي في عطلة نهاية الاسبوع اجابة السؤال التاني بيقول لي اي لعبة انت تفضل برضو هنغير ونغير تصريف الفرب انا بفضل لعبة قطار الموت كده احنا حلينا ايميل على كل درس من دروس المنهج وعرفنا ازاي بنجاوب على الاسئلة بتاعت الايميل وان شاء الله يكون اسهل سؤال في الامتحان وانا برحب كل اسئلتكم واستفساراتكم ونتقابل تاني في فيديو جديد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم